أهلا بيكم مرة تانية ولسه مكملين مع فقرتنا التانية اللي بتهم فئة كبيرة جدا من العالم كله ستات ورجالة هنتكلم عن الهدايا وكمان هنتكلم عن الادخار في الدهب عرفة يا مونة من كام سنة بدأت صناعة الدهب تخش في حتة تانية خالص وصناعة الدهب خاصة صناعة السبائك بدأت تخش في حتة تانية خالص وتودين الحتة للعالمية ومنافسة للمنتج العالمي ودخلت شركات قوية جدا في صناعة السبائك الشركات دي بدأت تصنع السبائك بمواصفات عالمية وكمان عملت سبائك بتناسب كل فئات المجتمع وهي شركة سام واللي مشرفنا منها النهاردة أستاذة مريم الليسي عضو مجلس إدارة والمتحدث الإعلامي بشركة سام مصر وكمان مشرفنا الأستاذ سامح عبد الحكيم الوكيل والموزع الأول لشركة سام مصر ودبي أهلا بحضراتكم معنا ومشرفنا ومنورنا النهاردة أهلا بحضراتكم مستر سامح أهلا بحضراتكم مستر سامح ومن أعزك تعرفيها للسادة المشاهدين تمام الأول مساء الخير عليكم وأنا مبسوط أني موجودة النهاردة معكم وألف مبروك على البرنامج أول حاجة هو سام زي ما انت قلت هي شركة أو أول مصفة دهب في مصر وفي أفريقيا تبقى بالطابق المعايير الدولية احنا عندنا الانتاج بتاع السبيك بيكون على اعلى جودة واعلى عيرات يعني عايز اقول ان هو بيقابل الانترناشنال ستاندردز او المواصفات العالمية تقدر ان انت تبيع سبيك تسام في اي حتة في العالم معترفة دوليا معاها اعتمادات زي الار جي سي دي اعتماد من لجنة دولية بتيجي بتشوف المصنع بتشوف ان هو بيطابق السلامة المهنية بيطابق حاجات كتير شهادة تانية واغدينها زي الايزو وبالتالي بتبقى هي دوليا معتمدة ان اي حد يقدر يشتريها ويباعها سواء بيزنس تو بيزنس مننا للتجار او الزبائن طبعا بعد كده بيشتروها من التجار استاذة مريم كلمين اكتر بقى باستفادة عن جودة السبائك السام وعرفنا ان هي بتتميز بمواصفات عالمية عاودي نعرف بالضبط بالتفصيل تمام هو سام فعلا بيقابل المواصفات العالمية لانه يعني الحمد لله في تقنية ان احنا بنوفر المنتج او السبائك بتاعت الدهب في سام على اعلى جودة واعلى عيارات اللي هي تقريبا الاربع تساعات اكنها خام يعني هي بتبقى بيور دهب واصلة اكنها مية في المية دهب فدي اعلى تقنية ودي حاجة عالمية مش موجودة في مصر فاحنا بنوفرها الاول مرة في افريقيا يعني مريم انت بتودينه في حتة كده ان سبايك سام اه فكرة غش السبيكة فيها تكاد ده اكون معدومة عايزين مستر سامح يكلمنا عن فكرة غش السبايك وازاي شركة سام قدرت تتغلب عن الموضوع ده الاول سلام عليكم اه عاوز اقولك ان احنا السبيكة بتاعت سام اه تسعمائة تسعة وتسعين 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 للصبح معنى ذلك ان انا قدر اقول ان هي عيار الف اه السبيكة دي عيار الف ومش بمذاك سام لأ بالمعيار الدولي انا مقدرش اطلع سبيكة تسعمائة تسع وتسعين وتمانية وتسعين من مية مقدرش اعمل كده ده بالنسبة لشركة سام بالنسبة لشركة سام اه اه انا عندي معيار دولي بمعنى تاني هقولك حاجة اوضحها للناس الجامعة الامريكية في مصر هي اللي في امريكا صح صحيح هو نفس الكلام احنا واخدين الارجي سي يعني ايه واخدين الارجي سي انا عايز اوضح للسادة المشاهدين يعني ايه ار جي سي ويعني ايه شهادة ار جي سي بالزبط ده اللي انا اقوله لك يعني انا النهاردة لازم اطلع السبيكة دي بمعيار معين الجهاز اللي عندي هو نفسه الجهاز اللي في مصفاة بامب في سويسرا الجهاز اللي عندي هو نفسه اللي هيبقى في المصفاة في امريكا انا مش هقدر اجيب اي جهاز احل بيه احل يعني ايه اجيب الدهب او يعني الخام اوصله لان هو يبقى اربع تساعات افصله عن الشوائب عشان اعمل الكلام دوت مش باي حاجة اقدر عملها لا بمواصفات معينة زي بالزبط احنا لما نقول توكيل مرسيديس هنا في مصر العربية مرسيديس هنا هي هي نفسها بتاعت المانيا نفس الكلام السبيكة دي بتتوزع في 143 دولة على مستوى العالم ليه عشان انا مضمون صح السبيكة دي بياخدها كبرى الشركات زي كارتي وغيرها يشتغلوا بيها المنتج بتاعهم يعني احنا نقدر سبيكة في مصر اقدر انا شريها من هنا اقدر ابيحها في 143 دولة في العالم واحنا قريدي بنزع في 143 دولة مفيش دولة تقول لي لا انت حضرتك شريها من مثلا مكتوب في مكتوب ايجيبت مكتوب مصر ابيحها في مصر بس لا لا زي ما بيحصل في شركات كتير الكلام ده في الشركات المحلية وعندنا شركات محلية كتير وكويسة ولكن هل هي طرقة للمستوى الدولي لا نقف عند النقطة دي نقف عند النقطة دي بمعنى تاني ان انا عندي مصلحة الدمغة بتسمح بسهمين اقدر نقصين اقدر ادمخهم يعني لو انت عيار 18 750 دخلت 748 عايزين موضح بس بالراحة للسادة المشاهدين يعني ايه سهمين نقصين بالراحة عشان السادة المشاهدين قاعدين بيتابعونا دلوقتي نعرفهم يعني ايه سهمين نقصين من السبيكة لان معظم الناس حتى الجماعة بيصوروا معنا عايزين يعرفوا يعني ايه سهمين عشان كل حاجة نقدر نوصلها بسهولة ويسر للسادة المشاهدين يعني لما اقول لك السبيكة عيار 999 وتسعة وتسعين من مية او تسعة من عشرة كويس يعني نسبة الشوائب فيها واحد من مية في المية صح واحد من مية اقل يعني الكيلو دوت اهو الكيلو ده كيلو اربع تسعة اربع تسعة الكيلو ده انا هتلعه كده من الغلاف الكيلو ده واحطه تانيين الكيلو ده اهو تسعمية تسعة وتسعين وتسعة من عشرة يعني الكيلو ده في واحد من عشرة من الجرام شوائب نعم والباقي ده بيور طيب انا لما اقول عيار تمنتاشر مثلا او واحد وعشرين ومعنا مثلا اديه ربع جنيه عيار واحد وعشرين ده بيبقى ثمنمية خمسة وسبعين سهل لو دخل ثمنمية خمسة وسبعين في الالف نسبة الخام في الواحد وعشرين ثمنمية خمسة وسبعين في الالف لو دخل اي منتج لمصلحة الدمغة ثمنمية تلاتة وسبعين والقوة ثمنمية تلاتة وسبعين او اربعة وسبعين او خمسة وسبعين نعم هيدمغه ويقول لك تمام ناقص سهمين اه دي المعايير المصرية ده مصرح بيها من الدولة المصرية الدمغة الدمغة والحكومة المصرية بالزبط بالزبط نعم اما المعيار الدولي نعم يعتبر سائد لازم يبقى ثمنمية خمسة وسبعين ثمنمية خمسة وسبعين ما ينفعش يبقى 374 وتسعة من عشر أيار مصبوط 100% عرفت الفرق ايه بين اما انا بتاخذ المعايير الدولية والمعايير المحلية بالزبط اهو ده نفس الكلام الفرق بين اللي هيجيب عربية مرسيديس هنا واللي هيصنع عربية هنا لا ده بيخضع لمعايير تانية خالص صح بيخضع للمواصفات الدولية معايير المواصفات الدولية طب هو شهدت الارجيزي دي بتعطى لمن بتعطى للمناجم بتعطى للمناجم يعني انا منجم بطلع دهب من تحت الارض وارجعه للاصل الخام كويس اعمل له عملية الفصل لازم يبقى حاصل على الشهادات العالمية ليه لان السبيكة بتاعتنا دي نقف بقى عند الشهادات العالمية نتكلم عنها شوائع بالنسبة لستاذة ماريه معرفنا ان انتو الشركة عندكو حاصلة على الجي ار سي سوري الار جي سي عايزين نعرف بقى ايه فايدة الار جي اوكي الار جي سي هي موجودة انترناشنال او برا لجنة مستقولة عن ان هي بتعمل زي او بتشوف المصافي اللي موجودة واذا هي بتطابق المعايير في الانتاج المعايير الدولية اه دي اهم حاجة يعني هي لازم تتأكد ان احنا عندنا الشغل مطابقة للمواصفات احنا طبعا عندنا في المصفة فيه يعني عندنا عمال بكفاءات كبيرة واضحي يا مريم مصفة برضو انا عايز الناس من المشاهدين يبقوا قاعدين معانا مستر سامح اه يعني ايه مصفة يا حمد صح اه لا لا كلموني بقى بلغتكم شو كمت مصفة دي عازي يقول عليها صده بتطلق على حاجتين مصفة البترول او مصفة الدهب بمعنى ان البترول اللي يطلع من تحت الارض خام يتوزع كده وكبنزيم وزيت والكلام ده نفس الكلام الدهب ده بيبقى طالع من تحت الارض خام ايوا او المشغولات القديمة بنسياحها بيتصفة بقى كويس انا رجحها تاني منفعشها صندعها ايوا بدأت اهو ايوا تمام زي المصفة بتاعتنا في البيت خلي بالي انا عايزين نخلي مونا يا مستر سامح اه اه حد بروفيشنال في مجال الدهب بالزبط هلنزم وهي قاعدة معنا مونا هتاخد معنا اسبوع كمان او انا هتاخد كورس او هاخد كورس بقى واتعلم اللغة بتاعتكم او او نحول الخام تاني لعناصره الاولية بمعنى ان انا عياصة تشيل الرواسب يعني المصفة اجيب معنا ان هي بتشيل الرواسب بنقع عليها الشوائب او الشوائب ايه هي تبقى مختلطها بقى نحاس وفضة وكاديوم مواد كتير جدا سواء اللي كان طالع من تحت الارض او المشغولات القديمة لو حضرتك ببعيلي خاتم قديم انا بعمل في ايه برجع تاني واسيحه واعمله سباي ورده الاصله او الدين مصفاء المصفاء عند مريم او لا لا سمحتي ده كيلو انا عاوز الكيلو خام هتقول لي ليه لان الكيلو خام ده اللي هو بيتعمل لي هوق زي كده تسعتين ونص ده اللي انا هشتغل في نبدأ نعرض للاستادة المشاهدين برضو المنتجات انا هوضح بس الفكرة الاول صدر صدر عشان ليه انت بتقول لي انت حصل على الشهادة الارجي سي هقولك ليه لان كل الشركات الدولية والعالمية بتاع الدهب مينفعش تتعامل بخام اللي هو اصل المشغولات غير من الشركات اللي حصلة على الارجي سي نعم عشان كده انا اللي اقدر اودي برة انا اللي اقدر سبكتي تبقى متدولة يعني تقول لي لو خدت السي بيكة دي وانا مسافرة هباحة برة في مية تلاتة واربعين دولة معتمدة على سبايك شركة الارجي طيب اشهر الدول ايه بقى اللي حضرتك بعتمهم او تعملتهم احنا اشهر الدول احنا اولا افريقيا والدول العربية كلها اوروبا بالكامل احنا وصلنا للهند سي بيكة بتاعتنا معتمدة في الهند ما شاء الله يعني شركة انتشارها واسع على اوسع المتوق تتكلمي في مية تلاتة واربعين دولة من حوالي مية وتمانين او مية وتسعين دولة على مستوى العالم ده بيودينا برضو في حتة تانية مريم ان شركة سام معروفة عنها ان هي بتبدأ تدي شركات المشغولات الزهبية ادها بالخام عشان تصنعه يعني الشركة بتيجي تطلب منكو الخام بعد ما بيتصفى ولا ايه اللي بيحصل برضو تحديدا عشان لازم الناس تعرف شركة سام دورها ايه في اعادة تدوير المنتج المحلي فعايزين نعرف دورها ايه شركة سام تمام هي شركة سام زي ما قلتلكو هي بتشتغل على الحاجتين يعني بتشتغل على ان انا في عندي زبون نهائي الـ customer او الـ end customer اللي هو عندي في مصر ده اللي بيعلو وفي نفس الوقت عندي برا ان انا اقدر ان انا دلوقتي فيه تجار وده مصر حمتا من الحكومة بتاعتنا انه انت ممكن دلوقتي كتاجر يعني تستورد مشغولات وبنفس قيمة المشغولات دي تقدر ان انت تصدرها سبايك معتمدة دوليا فالسبيك الوحيدة اللي تقدر ان انت تعمل الموضوع ده بيه هو سبيك تسام فاحنا يعتبر ان احنا سهلنا على التجار كمان النقطة دي انه انه يقدروا ان هما يتعاملوا بسام برا ده معناني فيه ثقة في التعامل مع شركة سبيك طبعا RGC بقى دفنت ليه فيه ثقة اكيد يعني انا لو استورت طب وكمان بقى ايه موضوع الغلاف عايزين نعرف ايه موضوع الغلاف ده بقى بصي بقى انا عوز اقول لك هلا حاجة الغلاف بتاع سام كمان ممكن نشوفه يعني ممكن نوضح للمشاهدين طبعا انا يعني الغلاف اهو في واحد مقلوب اهو فيه سيريال نومبر هنا فيه سيريال نومبر هنا عايزين نوضح للاستادة المشاهدين واضح ولا اعمله كده عشان يبقى واضح اكتر اهو سيريال نومبر رقم اهو لو قربت منه هتشوفه ع السبيكة طيب السيريال نومبر ده وظيفته ايه وظيفته ان فيه موقع لشركة سام كبير اه هتخش ده الاسمه باركود يا احمد صح اه تقدر تقول عليه انه هو باركود بزال اللي بيقدر العميل يدخل عليه ويجيب التفاصيل كاملة بتاعت السبيكة انا وردكو قبل الحلقة انا هاخش من موبايل بتاعي احنا نفسنا شوفنا احنا فعلا احنا عايزين بقى اقل شادة المشاهدين بقى هتكتب اسمك والميل بتاعك كويس اه برنامج لنك عادي جدا هنزل لكم كمان دلوقتي اللينك هتخش باللنك ده هتكتب اسمك والميل بتاعك وتكتب السيريال نمبر اللي موجود على السبيكة هنا ده بس كل اللي انت هتعمله بعد ما تعمل كده هيقول لك السبيكة دي مضمونة بتاعتنا مصبوطة السبيكة دي مثلا انتاج مصر تاريخ الانتاجة يعني زي موضيلة العربية مثلا صحيح الكلام لا زي حضرتك بالزبط هقول لك على حاجة لما بقى عندك عربية واعطة تعرف مخالفات عليها ولا لا بتعمل ايه بتدخل اسمك ورقم اللوحة يقول لك عليها كده دي نفس الكلام دي شهادة الميلاد السبيكة دي ليها شهادة ميلاد عارف يعني ايه شهادة ميلاد يعني انت عارف مين صاحبها كمان هيقول لك الوزن بتاعها لوزنها 15 تسعة وهيقول لك دي عليها رسمة ايه دي عليها رسمة الكعب اهي او عليها رسمة الحصان وحتى الرسومات دي يديني التفصيل كاملة بتاعت كل حاجة كاملة وبعدين سان بقى عاملة ايه عاملة لك سبيكة من الجرام للكيلو جرام اتنين ونص خمسة عشرة جمانية خمستاشر خمسة وخمسين واحد تلاتين ومية خمسين جرام مية جرام عشر تاول اللي هي مية وستاشر خمسة وستين ربع كيلو نص كيلو كيلو ودي الربع ودي النص ودي الكيلوهات طيب العميل بقى يقدر يتأكد يتأكد مدفسه من المواصفات دي ولا لازم يروح لتاجر مش مش محتاج انت معك جهاز تليفون بتاعك اه ودخلت علي كده بعد اذنك يا سامح انا عاوز اشتري السبيكة اقول لك السري النمبر ده هو طب انا كده مش واصخ ان انت مزبوط ممكن السبيكة بتاعتك مش ماضح اقول له تفضل اه دي اللينك خش على اللينك ده مش بتاع اللينك اللينك ده موجود بتاع شركة ساب يخش اه فعلا السبيكة دي مزبوطة وانت جت امتى ويقول له ايوة دي مضمونة مني طيب وانا هعرف ازاي ما يمكن انت شايل ده كده شايل السبيكة الدهب اللي جوه وحطط لي حاجة محاس صح صح بنفس الشكل اقول له بسيطة اوي تعالى الغلاف اهو شايفه عمل ازاي ازرق من هنا اهو او 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 عليه الرسمة دي من هنا ومن هنا ابيض صح? تعالى مفك واحدة اصاب بعضة على الهواء ممكن اجيلك هنا عشان هو مش يشوفني غير كده انا هفك واحدة اهو اه مستر سامح يا جماعة دلوقتي انا هفك لكم سبيكة من الكفر بتاعها على الهواء اهو اهو انا فكيتم مستر سامح انا شايف الغلاف اتغير شكله اتغير طبعا استنى هتجعه لك تاني وانت طيعة انا طلعت السبيكة ايه في ايدي انا عاوز اريك بس دقة الصنعة كمان عند سام لما عامل ازاي يعني اي حد بيحاول يلزقه تاني هيبان بقى انا هلزقه تاني اهو انا هلزقه تاني اهو انا انا شايف السمر اصبح اصبح كلام عليه صح اهو انا اخذ بالي بقى اهو طيب عايزين نشوف يا مستر سامح ايه ايه اللي حصل اهو ادي الفرق بين الاتنين ده اول ما فتحته اهو واضح اهو فعلا كتب ايه بروكن كتب بروكن اه يعني ايه يعني الغلاف ده اتفتح يعني مكسور بالزبط اه فانت لو الغلاف ده اتفتح عشان انا اخد منه السبيكة وحط لك واحدة تانية نحاس او اي شكل تاني شوفوا لمحة السبيكة عاملة ازاي انا عاوز اوريكم لمحة سبايك سام انا كده احنا كده رحنا في حتة تانية فعلا مواصفات عالمية بالزبط بقى عندي انا حاجتين عندي حاجتين الحاجة الاولانية ان انا هعرف عن طريق اللينك والموقع اقول لك اه دي تمام او لا عن طريق شركة سام مارين عرفنا شركة سام كمان بدأت في انتاج سبائك فضة اللي مش قادر يوصل لان هو يجيب استثمار والدخار في الدهب فعرفنا ان هي بتعمل سبائك فضة الكلام ده صحيح؟ مظبوط مية في المية احنا سام يعني عايز اقول ان احنا سياسة الشركة مش معتمدة على ان انا هبيع منتج او ان انا عايز ابيع بكميات اكبر بنفس الجودة يا استاذ المارين؟ اه طبعا بأعلى عيارات بكل حاجة احنا اللي بنفكر فيه زي ما انت قلت ان احنا الادخار فبالتالي الادخار علشان يناسب فئات كتير مش بس هيكون في الدهب هيكون في الفضة في ناس بتستثمر في الفضة في السبائك الفضة كتير عندنا بيشتروا مننا فعلا سعر الفضة اتحرك بشكل برضو كبير قوي كله بيزيد اه طبعا صحيح والدهب نفس الكلام بعدين في حاجات في الفضة برضو يا احمد صغيرة بتنفع هدايا يعني عشان برضو كل زوج بزوجة بيسمعون طبعا وانتاليا عايزة ادخل فيها واقول النسام اهو بصي دي تعليقة على فكرة دي عملها تعليقة اهو بشكل حصان اهو لا لا سواني بقى سواني بقى هي دي امو تلتمية جنيه بقى لا لا انا عايز اعرف تعالي نقول حاجة تعالي نقول حاجة اهو اه بقى اشجع الناس اهو اشجع الناس اللي هم يتعاملوا مع شركة سامة اهو السبيكة عن النسام تبتدي من جرام والجرام النهاردة في حدود التلاتة وثممية تقريبا عيار اربعة وعشرين كويس فتبتدي من جرام فأنت لو معاك تلاتة اربعة تلاف جنيه هتقدر تشتري طب انا مش معايا انا عاوز الفضة الفضة السنة اللي فاتد كان باتنين وعشرين جنيه دلوقتي وصلت سبعة واربعين جنيه او ستة واربعين جنيه الجرام يعني الاستثمار في الفضة هو القادم اه واحد واحد عشرين اثنين وعشرين ادهب بسبعمية وتسعين جنيه واحد واحد عشرين تلاتة وعشرين ادهب بالف وخمسمائه ستة وتسعين جنيه ضعف واحد واحد عشرين اربعة عشرين وصلنا تلات تلاف وتلتمية جنيه صح صحيح صح فمعنى ذلك ان احنا بقى سنتين الدهب بيجيب مية في المية في السنة طيب ايه تقدري على مستوى العالم كله تدخل فيه مبلغ بسيطة تقدري تجيبي شقة ب الف جنيه ادخار تقدري تجيبي عربية بخمس تلات جنيه لا الحاجة الوحيدة اللي انا هقدر ادخل فيها ايا كان المبلغ اللي معايا ومش محتاج حد اقول له طب حوشلي طب هجيب بالقس هو الدهب تقدري جيبي جرام دهب كل شهر اه ممكن اه ممكن طبعا ايه ايه لو حد محوش طفل صغير الاب والام محوشين معاه فلوس الطفل محوش يقدر يجيب كل سنة يقدر يجيب سبيكة باربع تلاف جنيه ستقافة البيت المصر اتغيرت اه صحيح النهاردة الرجل اللي مزعل مراته هو انا واحد من الناس يعني بس مزعل هاس كتير لما بخش يجيب لها اه مثلا سبيكة جرام او خاتب نص جرام على فكرة في خاتب نص جرام طب ربوان ايوا بما انك دخلت في الحتة دي احنا سمعين ان في حاجات في الدهب اه طلعه تمانها يقل عن ال 500 جنيه اه اصلا الموضوع ده سامي ليه المادة الخام دي هي اللي بنصنع منها المشغولات يعني هاخد الكيلو ده الكيلو اللي انت شايفه ده كويس وابتدي اصنع منه المشغولات فوصل النهاردة ان بعض المصانع تاخد الخام بتاع سام وتعمل تعليقة بتلتمية جنيه وبربعمية جنيه تلتمية جنيه دي ايه عشرة اتناشر ملي خمساشر ملي اه بيجيني الاب كده يقول لي انا عاوس خمسة انا عندي تلات بنات واختي ومراتي اه اقول لي تاخد للاسف وقت فاكرتنا الرابط اخلص واحنا اترى سويل بقى لأستاذة ماريو عايزينك بقى يا استاذة ماريو متقدم لنا نصيحة للإدخار في الدهب تمام هو زي ما قلتلك هي يعني سام بالزيت اه طبعا اي حد يقدر يتدخر في اي اه بالضبط احنا عايزين نواجه للمشاهدين اليوم الاو اي حد عايز يطلع يشتري اي حاجة في الدهب يتدخر اه في ايه بالضبط نصيحتك ايه للمستثمرين والمشاهدين دلوقتي في الدخار المتبقي معهم من الكوى الشرائية لا انا بشجع كل الناس ان هي تدخر في الدهب اه او في الفضة طبعا على حسب امكانية كل واحد لان دي يعني عملة ما بتفقدش قيمتها دي عملة بتزيد مع الوقت ده اكتر حاجة اقدر اقولها بلاس ان اللي يختلف طبعا في سام ان احنا عندنا الاجور اقل اجور في السوق وبأعلى جودة احنا مش زي ما قلتلك سياستنا ان احنا نكسب الكاستمر او ان احنا يبقى فيه ثقة مع التجار ومع الناس اللي بتشتري مننا فاحنا بنشجع الناس على الادخار سباشيلي ان احنا عارفين دلوقتي الاقتصاد عامل ازاي او الظروف الناس عاملة ازاي فبنحاول ان احنا نشجعهم ونساعدهم ان هما لو معاهم يعني فلوس بسيطة يتدخروا في اي وزن هما عايزينه بنشكر جدا جدا استاذة مريم الليسي عضو مجلس ادارة والمتحدث الرسمي بشركة سام مصر شرفتيني جدا ونورتيني وكمان بشكر جدا مستر سامح صديقي واخويك كبير الوكيل والموزع الاول لشركة سام مصر ودبي شرفتوني ونورتوني شكرا